من مدينة بيرغامو إيطاليا دبت قريبا احنا شهر واحنا في الحجر الصحي ما كنخرجوش ملتازمين باش نعاونوا الدولة باش تقضيع لهذا الوباء دي الكورونا فيروس بغيت نبلغ ليثالتي الخوتي وخوتتي المغاربة بقاوفوا ديوركم باش تحميوا نفوسكم تحميوا وليدتكم تحميوا العائلة ديالكم وتعاونوا الوطن ديالكم باش تحاربوا الكورونا فيروس كان طلبوا من ربي يعجلينا بالفرج يا ربي يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي سلام خوتي سلام خوتتي معاكم اختكم نجية من الولايات المتحدة اليوم اجيت عندكم باش نقول لكم بان هاد الفيروس راكين تقربوا حق سرعة راكين تصورش على الاقل الله يخليكم ما تسلموش على بعدياتكم وعالاقل على الاقل غتخلي واحد الميترو مسافة بيناتكم وانتيا الميمة بلا متسلمين ليا لان خفت الميمة اليكم في الفيروس وانعاديك الميمة بلا متخجوم ديالكم بليز 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 بقاوف ديالكم السلام عليكم اليوم جيت نجية لكم واحدة رسالة الله يجعزيكم بخير حفو ديالكم ما تخرجوش تبعوه تبعوه اوامر اللي تتقول لكم فيروس ديال كورونا فيروس ديال خاطر خاطر جدا ما زال ما القبليتش يحل هنا يا فرنسا ولا ايطاليا ولا اسبانيا الناس را تتعاني وتتعاني بزاف نقول الله يجعزيكم بخير رايحو في ديالكم ما تخرجوش وما تخرجوش شكرا بزاف ما تستهينيش بفيروس كورونا ما تستهينيش بسرعة انتشاره كل المطلوب منينا دلوقتي هي الوقاية والالتزام والحذر ونوقف المصحة ونوقف الخروب من البيت الى للضرورة القصوى وياريت نلتزب بالتعليمات مفيش داعي للخوف ولا القلق كل المطلوب منينا نحنا نلتزب بالتعليمات الوقاية الحذر كلنا مع شعار خليك بالبيت عطائي المحمزي بالمصر السلام عليكم معكم مي اهم من بركسل هاد الميساج موجه لنا احنا والاهلنا في المغرب كورونا فيروس المسكندياله هو الانسان كيعيش فينا يسافر معنا ويتركنا ويخلي الجسم في ضامار بالصحيلة بقينا في بيوتنا وما فتحنا لوش البال كورونا ما يلقى في نيباس قلسوا في ديوركم تكتبوا الاجر وتفادوا الايتم المسئولية الله يخليكم ما تخليوش كورونا تضمرنا شكرا معكم توريا مغربية من بلجيكا من قناة عالم توريا كنضم صوتي لصوت الاصديقات والصديقات باش تضامنا مع الشعب المغربي كنقولو لكم واحد الكلمة الله يحفظكم الى ما التازموا بالتعليمات اللي قد تعطاكم خليوكم في ديوركم وشدوا ليداتكم عندكم الى ما خفتوش على راسكم نحن في حالة تحرب مع هذا المرض وكي نتجاوزوا هذه المحنة نحن نطبقوا ذلك نحن نقصوا في ديورنا ونقصوا في ديورنا ونقصوا الوقاية لنا الله يرحم لكم الوليدين نرى الكثير من الناس لا يزال الناس يخرجون في الجمعة لا يكونوا بطبيعة الحال ولكن باقي واحدة الفئة لا تسوعدة خطورات الأمر وانا معا طريقة كنتم تتجاوزين ونقصوا في الدجار السلام عليكم معاكم ساميرا من اسبانيا كما انا عارفوا كانت هناك ازمة الكثيرة شبيهة بالحرب وكتر خطورة لتعيش خزنان ونقصوا اليد كي نتحملوا بالجمونا وعائدنا واخدنا وصحابنا وجيراننا ونجزوا هذه الأزمة على خير إن شاء الله وبأقرب وقت ونجعل حياتنا الطبيعية بإيد الله فيقو قبل ما نغرقوه اتصاب انتنا وتمشي للدار وتصيب ممك ولبك اللي كبير في السن وغادي يموت ويتدفن وانتنا مع تشوفوشي دك ساعة عادي تندم وما تنفعك شي ندمة اللهم نفيقو دابا ونعملو يد في الدن تحدو ركا نهضرو بحرقة رحنا خوفانين ما نقولوش ان هاد المرض ما استهنوش بهاد المرض نعم لو يد فيد من قصة هذه الحملة هادي ديال توعية وكان قول قاع الناس يقلصوا في ديورهم ويديروا بكلام اللي كتقول لهم دولة ديالهم اللي عايشين فيها باش تحميوا نفسكم وتحميوا أولادكم وتحميوا بلادكم اللي انتم ما عايشين فيها وكانتمنى إن شاء الله الصحة والعافية للجامع كمنا بها من مدينة القناة طيرا كنتمنى رسالتنا في هذا الفيديو هذا توصل الجميع يعني حتى الناس اللي ما وعياش اللي ما زا ما كينش يحب دي المقارنش كيقول لك ما كينش هادا رايس خانة ودالله كين المرض خاصنا ناخذوا احتياطة ديالنا نقصوا في ديور ديالنا من خرجوش اي حاجة اتخذتها الحكومة نطبقوها في ساعة يعني في ذاك الوقيت اللي سمعنا فيها اي قرار اعتبرت كنت مريض وهذا كلي حدا كرا مريض نبعد منه ناخد الإجراءات الوقائية يعني نحمي راسي نغسل يدي ندير بزر ديال الحوايج وكنتمنى رسالتنا توصل احنا ما بغيناش المرض ينتشر في المغرب راكم معارفين عد نازع ما كينين عائلات راتوا واحد ما يبغي فقدش واحد من عائلتو بالخصوص الناس الكبار او لا الناس اللي ما عندهمش مانا عكيني الناس اللي عندهمش امراض مزمينة ما غادش يقدرو يتجاوبوا العلاج حاولوا على بعضياتكم وعيوا بعضياتكم كونوا يدوحدة اربي معانا فهد هد الازمة هد ان شاء الله تفوت على خير وباخير انا ام عيسى منطانجة كانت مننا في هات اللحظة هذي نرجع عن حياتنا الطبيعية اللي كانت عادية بالنسبة لنا ولكنها تحت حرم ديال اي واحد فينا في هات اللحظة هذي وباش نرجع عن حياتنا الطبيعية سنلتزموا بالقرارات والنصائح اللي كتقدمنا الحكومة ديالنا ونلتزموا الديور ديالنا سنتخطو هاد الازمة هذي ان شاء الله وغاد يتدوز ان شاء الله بخير على خير شكرا لكم شكرا لكم جميعا معكم فاطمة من لديكم ليقدروا يكونوا ناس كبار المناعة ستكون عندهم قليلة خافوا على ولادكم خافوا على عائلاتكم خافوا على اي واحد في المحيط ديالكم خافوا على جيرانكم يعني خاوف ديوركم راها فترة ان شاء الله وغاد يتدوز يلتزمنا فيها هاد المرض غاد يتحدي ان شاء الله هاد الشي اللي غاد يقول لكم احنا يا خايفين عليكم كثير ما خايفين على ريوسنا نتمنى ان الرسالة ديالي تكون وصلات وكنتمنى الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع الأمة الإسلامية في كل عالم السلام عليكم رسالة من القلب الى اخوتي المغاربة كاملين كنتمنى الله انكم تكونوا في صحة جيدة عندي لكم رسالة بسيطة بقاوا في المنازل ديالكم بقاوا في المنازل ديالكم فيها خير ليكم ولعائلتكم ما تلعبوش بارواحكم هاد الفيروس راح خطير شكرا انا من ناس اللي درت الحجر الصحي لي والولدية واخوتي وقاع ناس اللي كذا عرف حتى انكمما اللي شتجوفوا هاد الفيديو تقدروا تديرو في حالي وحددروا الى الحجر الصحي لكم ولديكم وقاع الناس اللي اززين لكم الي لا بغيتوا في المستقبل لي ان ما يكون ناقص ناحت واحد وما يكون ناقص ناحت انسان انه راح يقدر هاد الفيديو انا ويقدر يكون فيك انت ليش تشوف هذا الفيديو يقدر هاد الفавлив يددي ليه والي يئي ويقدر يدير فلهذا ضروري ضروري انني ننبهو الناس على اهمية الحجر الصحي فيش حالك acompanتت الحاجر everyday فأنتمنى منكم أنكم لا تديروا الواجب عليكم ونبهوا الناس اللي حواليكم انا اليوم جيت باش نقول لك اخويا اختي قلص فتارك هاتش هي المصلحتك والمصلحت الصالح العام صراحة كون اخسنا نكونوا مسؤولين على راسنا وعلى ولادنا وعلى الناس اللي قرابين علينا وعلى الوطن ديالنا هاد الاسبوعين هادو غادي نحاولو نصبرو حتي لما صبرناش بغا يكونش في الصالح ديالنا يعني يا اما غادي ندخلوا للتاريخ يا اما غادي نخرجوا للجغرافية لهذا فخصنا نتحدو ونكونوا يدو حدا باش تستقر الحالة لان البلد ديالنا في واحد الوضعية اللي هي حريجة وباش 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 كان عاودها وكان قولها وباش نقضو البلد ديالنا ونقضو راسنا ونقضو العائلات ديالنا ونقضو الناس اللي عزاز علينا كي يخصنا التزمو بأي قرار وبأي تعليمات درتها الحكومة الله يجازيكم بالخير الله الوطن الملك ميمونت عيشة في هولندا عندي قناة اسمها ميمونت كيتشن اشتركوا في القناة